الطريقة الثانية لحل المعادلات من الدرجة الثانية هي طريقة القانون العام أو ما يسمى بالمميز حيث أن معادلة الدرجة الثانية في صورتها العامة هي AX تربية زائد BX زائد C تساوي 0 يتم حلها بالقانون وهو X تساوي X21 تساوي سالب B موجب أو سالب الجزر التربية اللي B تربية سالب 4AC على 2A حيث A هي معامل X تربية و B هي معامل X و C هو الحد المطلق أو السابت ويسمى المقدار B تربية ناقص 4AC بالمميز ويرمز له الرمز دلتا أي أن دلتا تساوي B تربية ناقص 4AC وعند حل المعادلات بقانون المميز يلاحظ الآتي أولا إذا كان دلتا أكبر من صفر أي أن المميز أكبر من صفر يوجد حل حق المعادلة أي يوجد جزرين حقيقيين غير متساويين للمعادلة إذا كانت دلتا تساوي صفر يوجد حل وحيد للمعادلة أي يوجد جزرين حقيين متساويين رقم 3 إذا كانت دلتا أقل من صفر أو المميز أقل من صفر فلا يوجد حل حقيقي للمعادلة وذلك لأن الجزر في هذه الحالة هو جزر خيالي وقبل حل المعادلات بقنون مميز يجب أن يتم اختبارها أولا فإذا تحققت أي من هذه السلاس نقاط نتعرف على وجود حل وحيد أو جزرين حقيين أو عدم وجود حل للمعادلة والمثال التالي يوضح ذلك حل المعادلات أو أوجد جزرين المعادلات الآتية باستخدام القانون المعادلة الرقم 1 X تربيع ناقص 4X زائد 4 يساوي 0 المعادلة الرقم 2 5X تربيع سالب 17X ناقص 12 تساوي 0 المعادلة الثالثة 5X تربيع زائد 6X زائد 5 تساوي 0 المعادلة الأولى X تربيع ناقص 4X زائد 4 تساوي 0 من المعادلة نجد أن A هو معامل X تربيع يساوي 1 وبي اللي هو معامل اكس يساوي ساوي 4 وسي اللي هو الحد المطلق او ثابت يساوي 4 لحل المعادلة يجب اولا اختبار وجود حل المعادلة من عدمه بيجاد المميز المعادلة كمالي دلتا بيساوي بي تربية نقص 4 اسي يتم التعويض بي بي ساوي 4 يبقى ساوي 4 تربيع ناقص 4 في 1 في 4 16 نقص 16 يساوي 0 بما ان المميز اللي هو دلتا يساوي 0 وبالتالي يوجد للمعادلة حل وحيد أي يوجد جزرين متساويين يتم التعويض في القانون X تساوي سالب B موجب أو سالب جزر التربيع الـ B تربية نقص 4C AC على 2A بالتعويض في القانون سالب سالب 4 موجب أو سالب جزر التربيع الـ سالب 4 تربية نقص 4 في 1 في 4 على 2 في 1 سالب في سالب موجب وبالتالي 4 موجب أو سالب سالب 4 تربية 16 سالب 4 في 1 في 4 تساوي سالب 16 4 مجب أو سالب 0 على 2 يساوي x تساوي 2 وبالتالي جزرية المعادلة هنا متساويان وكلهم منهم يساوي x بتساوي 2 وكلهم منهم يساوي x ب2 المعادلة رقم 2 5x تربيع ناقص 17x ناقص 12 يساوي 0 من المعادلة نجد أن A معامل x تربيع يساوي 5 B معامل x يساوي سالب 17 C الحد السابت أو المطلق يساوي سالب 12 نقوم أولاً باختبار وجود حل معادلة من عدمه بالتعويض في المميز اللي هو دلتا بيساوي بتربيع ناقص 4 سالب 17 تربيع ناقص 4 في 5 في سالب 12 سالب 17 تربيع يساوي 289 زائد سالب 4 في 5 في سالب 12 249 زائد 249 يساوي 529 بما أن دلتا المميز أكبر من صفر وبالتالي يوجد المعادلة جزرين غير متساويين بالتعويض في القانون X يساوي سالب بي موجب أو سالب جزر التربيع اللي هو تربيع ناقص 4 2 سالب سالب 17 موجب أو سالب جزر التربيع لسالب 17 تربيع ناقص 4 في 5 في سالب 12 على 2 في 5 سالب في سالب موجب تساوي 17 موجب أو سالب تم حساب ما تحت الجزر من قبل 289 زائد 240 على 2 في 15 17 مجب او سالب جزر 529 يساوي 23 نقوم بالجامع مرة ثم الطرح مرة اخرى X بتساوي 17 زائد 23 على 10 40 على 10 تساوي 4 نقوم بالطرح ايضا X تساوي 17 نقص 23 على 10 يساوي سالب 6 على 10 اي بيساوي سالب 3 على 5 وبالتالي جزرين المعادلة هما X تساوي 4 و X تساوي سالب 3 على 5 معادلة رقم 3 5X تربية زائد 6X زائد 5 يساوي 0 بالنسبة المعادلة نجد ان A تساوي 5 معامل X تربية B تساوي 6 معامل X والحد المطلق او السابت C يساوي 5 الاختبار وجود حل للمعادلة من عدمه نقوم بحساب قيمة المويز لو دلت بيساوي B تربية نقص 4AC اي 6 تربية نقص 4 في 5 في 5 6 تربية يساوي 36 4 في 25 في 5 يساوي 100 36 سالب 100 يساوي سالب 64 قيمة المميز هي قيمة سالبة اي ان دلتا اقل من صفر وبالتالي لا يوجد للمعادلة حل حقيقي لان الجزرين خاليين مثال شركة لانتاج اجهزة التليفون المحمول وكانت تكلفة الكلية لانتاج عدد من التليفونات هي 40 ألف ريال وكانت الشركة تخطط لبيع الجهاز الواحد بمبلغ 800 ريال وكان ربح الشركة من بيع كل الانتاج وعادل تكلفة 16 جهاز من الأجهزة المنتجة اوجد عدد الأجهزة التي تنتجها الشركة لجاد عدد الأجهزة التي تنتجها الشركة نفترض ان عدد الوحدات او عدد الأجهزة التي تنتجها الشركة هو X ومن المسال التكلفة الكلية 40 ألف ريال وتكلفة الجهاز الواحد تساوي 40 ألف على X الإرادة الكلية من بيع X من الأجهزة بيساوي سعر بيع الجهاز في عدل الأجهزة أي 800 في X الربح المحقق بيساوي تكلفة 16 جهاز أي 16 في 40 ألف على X الربح بيساوي الإرادة نقص تكلفة وبالتعودة المعادلة الربح 16 في 40 ألف على X بيساوي الإراءة 800 في X ناقص 40 ألف تكلفة نقوم بالتخلص من الكسر بضرب طرفية المعادلة في X لنحصل على معادلة في الصورة 16 في 40 ألف يساوي 800 X تربيع ناقص 40 ألف X 16 في 40 ألف يساوي 640 ألف يساوي 800 X تربيع ناقص 40 ألف X لنضع المعادلة في الصورة العامة للمعادلة التربعية يجب التخلص من معامل X تربيع وهو 800 وذلك بقسمة طرفية المعادلة على 800 كمالي 640 ألف على 800 بيساوي 800 X تربيع على 800 ناقص 40 ألف X على 800 لنحصل على المعادلة التالية 800 بيساوي X تربيع ناقص 50 X نقوم بجعل المعادلة صفرية بنقل الحدود في الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر بعكس الإشارة لنحصل على المعادلة سالب X تربيع زائد 50 X زائد 800 بيساوي 0 من المعادلة نجد أن معامل X تربيع اللي هو A يساوي سالب 1 ومعامل X بيساوي 50 والحد السابت أو المطلق بيساوي اللي هو C بيساوي 800 لحل المعادلة يجب أولا اختبار وجود حل من عدمه وذلك بحساب المميز المعادلة دلتا بيساوي B تربيع ناقص 4 A C أي بيساوي 50 تربيع ناقص 4 في سالب 1 في 800 بيساوي 2500 زائد 3200 بالجامع يكون المميز اللي هو دلتا 5700 أي قيمة مجابة بما أن المميز دلتا أكبر من صفر وبالتالي فإن المعادلة يوجد لها حل حقيقي أي يوجد جزرين غير متساويين يتم التعويض في القانون X بيساوي سالب B مجاب أو سالب الجزر التربيع اللي بيه تربيع ناقص 4 A C على 2 A ومنها X تساوي سالب 50 مجاب أو سالب 50 تربيع ناقص 4 في سالب 1 في 800 على 2 في سالب 1 أي أن X تساوي سالب 50 مجاب أو سالب 2500 زائد 3200 تم حسابهم سابقا عند حساب المميز على سالب 2 أي سالب 50 مجاب أو سالب الجزر التربيع ل 5700 على سالب 2 بيساوي سالب 50 مجاب أو سالب 75.5 على سالب 2 نقوم بالطرح مرة ثم الجمع عند الطرح X يساوي سالب 50 سالب 75.5 على سالب 2 أي سالب 125.5 على سالب 2 يساوي 62.75 أي أن X في هذه الحالة تساوي 62.75 من 100 نقوم بالجمع X تساوي سالب 50 مجاب 75.5 على سالب 2 أي 25.5 على سالب 2 يساوي سالب 12 X في هذه الحالة تساوي سالب 12.75 وهذا الحل مرفوض لأنه لا يوجد إنتاج بالسالب ونختار الحل الأول وهو أن عدد الأجهزة المنتجة يساوي 63 جهاز أي أن الشركة تنتج 63 جهاز تقريبا ترجمة نانسي قنقر